السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفير للجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع التحيات كابتن وليد عبدالغاني مفاجأة صارمة مفاجأة غير متوقعة في أولمبياد باريس 2024 في سباق 1500 متر الرجال يا سادة من يتوقع من سيفوز لكن انتهى سباق بمفاجأة قوية جدا يا جوكوب يحصل على المركز الرابع غير متوقع سباق غير التوقعات يا سادة يبقى رقم البطل العالمي هشام كرووج بطل العالم بطل من اكثر من 28 سنة يا سادة رقم العالمي 3.27 الله على هذا سباق اكثر من رائع القوة السرعة التحمل في سباق 1500 متر يا سادة انتهى لصالح الولايات المتحدة الامريكية يا سادة بتوقيت 3.27 6.65 اجزاء من المية وهو تاني اسرع رقم في العالم يا سادة في سباق 1500 متر واحتل المركز الثاني البريطاني 3.27 79 اجزاء من المية واحتل المركز الثالث امريكا ايضا يا سادة 3.27 80 اجزاء من المية يا سادة يا واحد حل في المركز الرابع جوكوب النرويجي الذي كان ان يفوز لكن كسر هذه التوقعات يا سادة وحصل على المركز الرابع يا سادة اقوى السباقات على مستوى العالم سباق 1500 متر وحصل على المركز الرابع بتوقيت 3.28 24 اجزاء من المية وحصل ايضا اللاعب منتخب امريكا المركز الخامس 3.29 والمركز السادس هولندا 3.29 والمركز السابع النرويجي 33 والمركز السامن ايطاليا 33 والمركز التاسع هولندا 33 والمركز العاشر بريطانيا العظمة 33 والمركز 11 كينيا 331 والمركز الاثناشر والاخير كينيا ايضا يا سادة 3.35 من يتوقع هذا السباق سباق من اقوى السباقات على مستوى العالم يا سادة سباق القوة السرعة التحمل اقصر من 24 سنة في السباق 1500 متر يا سادة الذي لم يحطم اي شخص على مستوى العالم يبقى رقم هشام القروج اسطورة العالم المغربي هشام القروج رمز من رموز العاب القوة في السباق 1500 متر يا سادة الذي حققه الرقم الكياسي حتى الان بحوزة العداء البطل الجنرالال يا السلام الايكونة المغربية الايكونة العربية هشام القروج 3.26 حققه 14 يوليو 1998 يبقى رقم هشام القروج هو الرقم الذي لم يحقق اي شخص على وجه الارض الا هو بالتوفيلي الجميع ان شاء الله يا سادة اقول لنا رأيك في هذا التوقيتات العالمية بالتوفيلي الجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليم مع تحيات كابتن وليد عبدالغني برقاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر القرص ليصلك كل جديد